لكل عام يحتفل بالكريسمس بعيد عن كونه حلالا أو حرام الاحتفال به سنوضح لكم ما معناه فأصله يعود لألمانيا في القرن السادس عشر وانتقل لأمريكا عبر الألمان وعندما تصورت الملكة فيكتوريا التي كانت تحظى بشعبية كبيرة ونشرت صورتها وخلفها شجرة الكريسمس أو التنوب انتشرت ببريطانيا والعالم أجمع مكونات الشجرة أولا نجمة الشرق وترمز للوعد السماوي اثنين اللون الأحمر لدم المسيح المسفوق ثلاثة اللون الأخضر ويرمز للصلوات أربعة الجرس ويرمز للرجوع للهداية خمسة النور وتعني المسيح نور العالم ستة الربطة وتعني رابط الأخوة بين البشرية سابعا العكاز ويرمز لجلب الضال عن الهداية ليعهد ثمانية الإكليل ويرمز للطبيعة الخالدة وهذا باختصار ما تدل عليه شجرة الكريسمس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبكم المنشور فاشتركوا لكي يصلكم كل جديد وكل عام وأنتم بخير